وفي حاجة تانية عايزة اقولها ان رجال الامن بيبذلوا قصارى جهدهم للقضاء على مثل هذه التصرفات الخارجة احنا بنقول خارجة بنقول خارجة وبنعتذر بالرغم من ان مش جماهير النادي الاهلي اللي قامت بالتصرف الاحق ده ولكن علينا الاعتذار بعثة نادي التراجي على رأسنا بعثة نادي التراجي محل اهتمام وحفاوة وتقديم بالغ من الجميع في النادي الاهلي وهناك ترحيب كبير باشقاءنا التوانسة في بلدهم التاني مصر نادي الاهلي دائما وابدا بيعتز بالعلاقات اللي بتربطه بكل اشقاءه من الاندية العربية وطبعا التونسية والمغربية والليبية وحنعود نتكلم كتير والسودانية ولكن في المقدمة نادي التراجي صاحب التاريخ الكبير